استقل رئيس وزراء اسلوفاكيا إيغور ماتوفيتش من منصبه على خلفية انتقادات لاذعة لقراره شراء لقاحات روسية لإدارته الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 اخترت الرئيسة سوزانا تشابوتوفا وزير المال إدوارد هيجير للحلول لما كانه في مراسم بسيطة تمت في العاصمة براتي سلافا وخلال أزمة الوباء واجه ماتوفيتش انتقادات لاذعة واتهمه معارضون بافتقاله لمهارات التواصل وارتكابه أخطاء سياسية وأثار قراره شراء لقاح سبوتنيكا الروسي انقساما واسعا مع وصف وزير خارجي السابق إيفان كوروك اللقاح بمثابة أداة حرب هجينة ووصل ماتوفيتش إلى الحكم واستلم منصبه في الحادي والعشرين من مارس 2020 حين بدأ الوباء ينتشر في أوروبا اشتركوا في القناة